وصفه بشار الأسد بالأخي والصديق وكسر القواعد من أجله لكنه وجه له صفعة مدوية وانشق عنه فجأة ليحرجه أمام العالم فما قصة العميد منافط لاس؟ كان منافط لاس والمولود عام 1964 في الرسط بحمص من المقربين بشدة لبشار الأسد وذلك بحكم انتمائه لعائلة مقربة من النظام السوري فوالده وزير الدفاع الأسباق العماد مصطفى طلاص وشقيقه فراس كان المشرف على إمداد الجيش السوري بالاحتياجات الغذائية والملابس وبدأت صداقة منافع بعائلة الأسد من خلال باسل الأسد أكبر أبناء حافظ الأسد وعندما توفي باسل عام 1994 صار صديقا لشقيقه بشار حتى وصفه بشار بالأخي والزميل والصديق وكسر القواعد في التعامل معه كرئيس وضابط في نظامه كانت بداية ظهور منافط لاس بقوة عقب وفاة الرئيس حافظ الأسد وتولي بشار الحكم عام 2000 حيث جعله بشار اليد اليمنى له وبدأ بالتدرج في المناصب حتى أصبح عضوا داخل اللجنة المركزية لحزب البعث الحاكم وقائد اللواء 104 كما رقي إلى ردبة جنرال بنجمة واحدة في وحدات الحرس الجمهورية وعندما بدأت الاحتجاجات السورية عام 2011 حاول مناف احتواءها حيث كان من أوائل المسؤولين الذين اجتمعوا بالمعارضة كما قام بعدة تحركات ميدانية في مناطق دوما ودرعا والتل وحمص والرستن لكنه خرج فجأة في يوليو تموز عام 2012 عبر مقطع فيديو ليعلن انشقاقه عن الجيش السورية بعد هروبه إلى تركيا ومنها إلى فرانسا ووجه خلال الفيديو دعوة عامة لخدمة سوريا ما بعد الأسد وبناء نظام حر وديمقراطي على حد قوله وقال إن الدماء التي تسيل لا ذنب لها سوى المطالبة بالحرية ليحدث بذلك ضربة مدوية للنظام السورية وتباينت الأنباء التي تحدثت عن انشقاقه والذي وصف بالمريب فبعض المصادر قالت إنه كان يقترح التفاوض مع المتظاهرين وهذا ما حدث في دوما وحماه ولكن القوات السورية تبنت الحل الأمني وخاصة في مدينة الرستن بمحافظة حمصة مسقط رأس عائلة تلاص وهذا ما رفضه مناف ما أدى إلى خضوعه للإقامة الجبرية في مايو أيار عام 2011 وقالت مصادر أخرى إن المخابرات السورية كانت على علم باتصالات مناف الخارجية وأنه كان عضوا في المعارضة وقالت أنباء أخرى أنه تعرض لضغوط نتيجة موقف أخيه فراس الذي اقترب من المعارضة وأثار انشقاق مناف جدلا واسعا وصدمة في الأوسط السورية والدولية وذلك لردبته العسكرية الرفيعة ولكونه من المقربين من النظام